ترجمة نانسي قنقر 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 مبسوط فيك؟ تكيف ماذا؟ مش طبيعي أصداء ميديا جنون جنون أكثر أتخيل ما عمل لحي برافا عليك ماذا؟ ما بعرف انت ماذا؟ كل شي لا تلبيك عم استفيد صفوف لا أبدا بالعكس عم تحس حالك نفسك شوى ضيق عم تسرع في ركد في كين ركد شوى بها الجمعة مش ركد ما بتبين حتى يدي لي كتير صغيري يعني بس ما بعرف شو مبسوطين فيك كتير عطول إن شاء الله خير بس عم تعب حالك يعني نفسك بالإضالات عم شوفك مش كتير مرتاح يعني مش عم بسمع مروان لي أنا بدي أسمعه أول مرة نزلت كنت ركد على الدرج شفنا شفنا عطول ثاني مرة بدي مسلهم حالي بدي نفس خي ما كتير ما كتير تعرف متمرز وكذا قدام اللجنة صعبة باك تقدم كل شي عندك وعطلانها المشكلة لك عم تقدم كل شي عندك ما لازم تقدم كل شي عندك قري يعني انت عم تفرجون أنا بعرف كل شي نحنا عم نشوف عطولي زعدارة وكلنا ناطرين عطول عم تفرجون كل شي هني ما بدهم كل شي بدهم أن أنت تكون مرتاح تقدم أي فالك ما لازم عم شوفك عم تعطي كتير اشياء يعني هني عم يحكوا أنه عم تعطي كتير اشياء مش بمحلة فش خلقة فش خلقة فش خلقة فش خلقة اتا ارتحت عم سيلستابر باك يعني ما تتخيل عم قللك قدام بدي خبرك ما لازم تتخيل قدامه فش خلقة ومن وين الأصداق عم تشن أي بلدين أي دنيا أي فانز ما عارف ما عم اللحق جنون أمر مرتب سهيل بدنا يعني مثل ما نحن نعرف بس قصة الباق يعني خليك مثل ما أنت بالبيت بالنسبة للصوت عم تضل موتر مثل ما تغني بالبيت كيف تغني بالبيت يعني أنا بعرف مروان عم بسمع من مروان ستين بالمية من مروان بعب ديك أقوة يعني أنا بعرف أنك أقوة باية كيف بعقيد سلملي على الماما اشتقت لك قد الدنيا أربعة الشهر بيقطعه مرتاح مرتاح كاس بدو يطلع على العلم يلا إن شاء الله خير إن شاء الله خير أنا عم بشتغل على حال أساسي ربحت هذه التجربة أنت ربحت أكتر شيء هذه التجربة يعني ما حدا ما حدا ما بيكون هو يعني مش رح أقولك إذا طلع حدا غيرك هكو مبسوطك أكيد بدناك أنت تطلع لكن عيش اللحظة كماشي؟ تبعي على حالك كلهم قالوا لي أبوصك أصلم عليك تبع على حالك وكل جمعة رح تشوفنا كل جمعة رح تشوفنا وكل جمعة بديك أقوة يلا فرجيني مروان هل نترع أخلك؟ يلا أوكي فرجيني مروان بديشوف مروان إن شاء الله خير فرجيني مروان ما دكشية؟ لا شكرا